التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة وضباطي وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقفية الثالثة والثلاثين بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر ووجه رئيس سيسي التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها كما أكد الرئيس سيسي لقادة وضباط القوات المسلحة قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء وأشار متحدث الرئاسة إلى أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعادة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرجد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا كما نقش الرئيس السيسي عددا من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة وأشهد الرئيس السيسي بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر